حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في هذه التقطيات المستمرة من قناة الأيام وهذه التقطيات عن عملية طوفان الأقصى والرسائل الصادرة لدعم غزة المحاصرة حيث كان بيان مكتب المرجع لعلى الإمام السستاني دام ظله الوارثة حول مجريات الأحداث هناك والوضع الإنساني المتفاقم سوءا والذي يمثل بوصلة للجهات المعنية وأصحاب القرار ودعوة للعالم أجمع بأن يكون له موقف مما كنت حصاد الأرواح الإسرائيلية الصهيونية التي قتلت بوحشية شعب فلسطين فضلا عن تأكيد المرجع لعلى أن إنهاء المأساة المستمرة منذ عقود مرتبط بإزالة الاحتلال من الأراضي المختصبة وهو عنصر أساس لإحلال الأمن والسلام في المنطقة وللحديث أكثر مشاهدين عن مستجدات وتفاصيل هذه الحلقة والتغطية نرحب سويا بضيوفنا الكرام نائب رئيس مركز أفوق للدراسات السيد ماجد الشويل أهلا بكم سيد ماجد وأيضا الترحيب بالصحفي اليمني السيد هيثم المتوكل ينضمنا بعد قليل مباشرة عبر سكاي من أمستردام أهلا بكم سيد هيثم وأبدأ معك سيد ماجد وبخصوص مستجدات هذه العملية وهذه الحرب الدائرة خاليا في فلسطين ورسائل الدعم المستمرة من مختلف الأطراف وأهمها حاليا بيان الإمام السستاني بربط حلال السلام والأمن بالمنطقة أجمع بإزالة هذا الكيان المختص بسيد ماجد لكن هل أغلق المرجع العلى هنا؟ وبهذه نقطة تحديدا ما تدن له بعض الدول بأن السلام مرتبط بالمصالحة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لكم سيد بشار ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأحبة في الحقيقة رسائل الدعم والإسناد من الشعوب الإسلامية والعربية متوالية بشكل كبير وبحماسة عالية جدا وهم على جهوزية كبيرة وتامة لرفض أخوانهم الفلسطينيين بكل ما يتطلبه الأمر هذا الدعم لن يقتصر على الشعارات والتظاهر وإنما هو أخذ أشكال متصاعدة وأيضا مهمة هناك بيانات هناك رسائل هناك أيضا فتاوى صدرت ومن أهم هذه الفتاوى هو كما أشرتم هو بيان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف أعزها الله سبحانه وتعالى في الحقيقة كان الوضع العام خاصة في العراق وإن كان هذا الأمر لا يقتصر على الساحة العراقية كان بحاجة إلى هكذا بيان حتى يوجه البوصلة البيان اجتمل على مضامين عالية جدا هو أكد على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني ومن أن الخيارات الأخرى كلها قد باءت بالفشل ومن أنه الآن على أبناء الأمة الإسلامية بشكل عام لا يتركوا الفلسطينيين لوحدهم بل يجب عليهم أن يعززوا موقفهم وأن يرفضوهم بكل سبل الصمود وكل سبل القدرة والإمكانية على انتزاع حقوقهم هذا البيان حقيقة أيضا ساهم بفرز الساحات اليوم كل الذين كانوا يطمعون من أن يحصل هناك نوع من التراجع عند الشعوب الإسلامية كانوا يأملون من أن الشعب الفلسطيني سوف يترك لوحده كانوا يمنون أنفسهم من أن القضية سوف تبقى محصورة في الساحة الغزاوية وجدنا كيف أن الساحات كلها تفاعلت ومن أن المرجعيات الدينية الكبرى أيضا قد عززت هذا الموقف البطولي هكذا حالات هكذا مواقف من شأنها أن تعزز كما أشرنا موقف الشعب الفلسطيني وتفضح حقيقة الكيان الغاصب ومن يدعمه وأيضا من شأن عفوا أشير إلى هذه النقطة أيضا أن هذا الخيار وهذا البيان المهم بمضامينه العالية حقيقة أشار إلى عدم جدية وصوابية وجدوائية مشروع ومسار التطبيع الذي انتهجته بعض القوى في المنطقة أيضا الرحب بضيفنا أستاذ العلاقات الدولية دكتور علي بيضوني نضمن مباشرة عبر اسكايب من بيروت أهلا بكم دكتور علي وأود أن أسألك أيضا رسائل مقابل هذه الرسائل رسائل مضادة من الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة وزير خارجية إلى إسرائيل الذي حمل رسالة في هذا التوقيت بمؤازرة ودعم الكيان الصهيوني لكن هل هو تأكيد على الدور العسكري المحتمل في المنطقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم وأيضا لضيفك الكريم لأستاذ ماجد والمشاهدين المحترمين في قناتكم الكريم الدور الأمريكي اليوم هو يلعب الدور الأصيل في المواجهة لأن الكيان الصهيوني استشعروا الخطر الوجودي وهي المرة الأولى التي تندفع بها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحجم من التركيز ومن الحضور السريع ومن التهديد أيضا بكل الاتجاهات لإيران وحزب الله في لبنان ولكل الدول التي تساند غزة اليوم في هذه المحنة وفي هذا الحصار وفي هذه المواجهة يريدون الاستفراد بغزة وبالمقاومة بغزة وبالتالي يسهل هذا الموضوع عليهم لأن الجبهة الواحدة تكون أقل كلفة من عدة جبهات وخصوصا أن وحدة الساحات أو تكتل محور المقاومة والممانعة من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران وإلى اليمن كله فضلا عن المقاومة في فلسطين المحتلة كله يجعل من التوازن الردع والرعب بمصلحة المقاومة ومحور المقاومة وبالتالي هذا يشكل خطر وجودي على الكيان الصهيوني الذي استشعر الخطر من خلال ما شاهدناه في طوفان الأقصى بأن المرحلة وحساسية المرحلة أصبحت أكبر مما يتوقعه العدو الإسرائيلي من الإمكانات أصبحت داخل فلسطين المحتلة وأن العقيدة الكتالية تكسرت والهيبة والردع لدى الجيش الصهيوني الذي كان لا يكهر تكسر أمام جهود وضربات المقاومة في فلسطين المحتلة وبالتالي هناك خوف كبير لأن الكرة الملتهبة أصبحت بالداخل الكيان الصهيوني وفي ملعبه وفي أرضه وفي عمقه أيضا لذلك الحضور الأمريكي السريع من خلال استقدام حاملة الطائرات فورب ومن خلال حضور السياسي دعني أعود لك نعم هذا الصوت أعتقد دكتور علي تسمعني نعم عم بسمعك فضلك من دكتور لذلك الحضور الأمريكي السريع سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا ولرفع معنويات الكيان الصهيوني هذا يعبر على أن الموضوع مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية أن تندفع بنفسها وأن تنتشل هذا الكيان الصهيوني من هذه الأزمة الحقيقية لأن وجوده أصبح مهددا مطوقا من جميع الجهات محور المقاومة والممانع اليوم لديه قرار نهائي بإزالة إسرائيل من الوجود هناك انقلاب الصورة كان العدو الإسرائيلي يقوم بعمية القتل والرعب وهو التهديد والمواجهة والمبادرة إلى الحرب بينما اليوم أصبح يتلقى الدربات وردود الفعل من المقاومة الفلسطينية ومن المقاومة اللبنانية ومن كل الجبهات وبالتالي هذا الخلل وهذه انقلاب الصورة ليست لمصلحة استمرار الكيان وهذا التهديد الوجود بطبيعة الحال حتى ما على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخسر الكيان لأن الكيان يمثلها في منطقة الشرق الأوسط لأن الكيان الصهيوني المؤقت لديه أدوار سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية لا تحب الولايات المتحدة الأمريكية ولا تربي خسارة هذا الموقع استراتيجي في هذه المرحلة وبالتالي هي حريصة كل الحرص أن تؤمن له الاستمرارية والبقاء والحماية طيب دكتور إذا تسمح لي إذا تسمح لي دكتور من جانب آخر تأكيد وإعلن أبلينكين وزير خارجي الأمريكي بأن وصوله إلى إسرائيل ليس بصفته وزير خارجي الأمريكي فقط إنما بصفته كيهودي هل هنا الحرب وهذا الصراع سيأخذ الصفة الدينية أم هو صفته دينية أصلا هي بالأساس صراع مشاريع ليس الدينية ليس هناك مشكلة بين الدين اليهودي والدين الإسلامي هناك تعايش بين الأديان في كل الدول في الدول الإسلامية والدول القومية والدول العربية وفي العالم أجمع هناك الصهيونية العالمية الصهيونية التي تعتمد السياسة التي تريد أن تتحكم بمقدرات العالم وأن تتحكم بكل قرارات العالم ونهب الثروات هذا ما تستغله الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تجلب العطف من خلال الدعاء وزير الخارجية أنتوني بلينكر بأنه هو يهودي وأنه أتى على وجه السرعة للتعاطف ليس فقط بأنه أمريكي أو يمثل موقع سياسي إنما أيضا هو موقع ديني موقع عقائدي وبالتالي هو يريد أن يستفير الغرائز الدولية وأن يستحضر المزيد من المواقف لكي تتجاوز الدول الغربية مصالحها الاقتصادية والسياسية إلى أن تنضم إلى الفعل الأمريكي وإلى أن اليهود في خطر وأن يجب على كل الدول أن تحزو حزو بلينكين في هذا الموضوع ويأخذ طابع أن التهديد الوجودي للكيان الصهيوني هو التهديد لليهود بشكل ديني وعقائدي بهذا الإطار لذلك الموضوع بالنسبة للكيان الصهيوني أنها بحاجة إلى أي دعم أجنبي على مستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي وما إلى ذلك بغض النظر عن التسميات في هذا الإطار لكي تنجو من هذه المتغيرات ومن انقلاب السورة ومن فقدان القدرة الردعية ومن خلال ما يحضر لها من مفاجآت سواء في لبنان أو في فلسطين المحتلع مستوى غزة أو داخل الضفة الغربية أو في دول الطوق العربية لذلك هذا الموضوع بطبيعة الحال يخور الولايات المتحدة الأمريكية على ربيبتها إسرائيل من فقدان السيطرة وبالتالي انقلاب المشهد وخروج الولايات المتحدة بالكامل أريد أبقى بالصفة الدينية إذا كانت صفة تريد الولايات المتحدة إطلاقها على هذا الصراع وهذه الحرب أم هي أصلا دينية وأنتقل بهذه النقطة مرة أخرى إليك سيدة ماجد ربط المرجع لعلى في العراق أن استعادة الحق المختطف مرتبط بإزالة الاحتلال هل يعني ضمنا هذا فتوى مبطنة قبل قليل أنت ذكرت أن البيان وذكرت مصطلح الفتوى فعلا هو فتوى مبطنة وتصريحات المراجع الدينية وغيرهم بالعالم الإسلامي والمسيحي كذلك كلها تمت بهذا الموضوع وأدت استعدادها للدعم لفلسطين المحتلة وسكان غزة ولهذه العملية سيد الكريم هذا البيان يمثل حكما شرعيا وهو أسمى رتبة من الفتوى لذلك هو أيضا يتضمن نوع من الفتوى وإجازة العمل المقاوم من أجل تحرير فلسطين ومن أجل إدامة زخم المقاومة في سبيل خلاص الشعب الفلسطيني من ربق الهيمنة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية هذا البيان حقيقة فيه إشارة تعبئة دينية نعم بكل وضوح نحن بصراحة نعلم جيدا أن وجود الكيان الغاصب له بعد ديني وعقائدي ونظرة المودية الشهود يهوى المحافظون الجدود الذين دعموا إسرائيل إيمانهم قائم على أساس ضرورة وجود دولة إسرائيلية يتجمع فيها اليهود كضرورة ومقدمة حتمية لخروج المخلص المسيح في آخر الزمان كما يعتقدون وهم يعتقدون بمعركة هرمجدون ويدفعون حقيقة بشكل وبآخر ومن غباء الصهاينة أنهم اختاروا لأنفسهم أن يكونوا كماشة نار لسياسة الولايات المتحدة والغرب عموما الذي تخلص منهم حقيقة وقام بتجميعهم في هذه المنطقة على أساس نوع من التخادم بالنتيجة نحن نعتقد من أن هناك بعدا دينيا وعقائديا داخل ومؤثر في هذه المعركة واليوم لو للبعد الديني والعقائدي ما كان للمقاومة أن تحقق هذه الانتصارات اليوم المقاومة الإسلامية بكل وضوح والدعم هو من الجمهورية الإسلامية والنداءات كلها في اليمن هناك حراك إسلامي في العراق اليوم في حزب الله في جنوب لبنان المقاومة في فلسطين كلها مقاومة إسلامية ولذلك هذا هو العنصر الذي اختلف عن سابقاته في سابقات المواجهة حتى عام 73 في الحروب التي خاضتها المنظومة العربية مع الكيان الغاصب كان حقيقة الزخم الزخم هو الزخم الوطني والقومي اليوم العنصر الجديد الذي حقق هذه الانتصارات في جنوب لبنان وفي غزة وقبل ذلك في سيف القدس وفي سوريا وفي العراق الذي طرد داعش وأجهض الإرهاب وفي اليمن كله هو بسبب وحقيقة الزخم الديني والبعد العقائدي في فلسطين هناك بعد عقائدي اليوم المقاومة ما قامت بطوفان القدس إلا لأن الإسرائيليين حقيقة قد عقدوا العزم على تهويد القدس وهذا ما ذكره إسماعيل هنية أنهم كانوا بصدد تهويد القدس بشكل كامل وإطباق هيمنتهم وسيطرتهم على القدس وهذا ما دفع المقاومة إلى القيام بهذه الوثبة الإسلامية الوطنية وهنا أكو توقعات سيد ماجد أمام هذه التوقعات باستمرار العدوان الصيوني وتطور إلى اجتياح أسكري ممكن أن تنتقل هذه الفتوة التي ذكرتها إلى حالة العلنية؟ بكل تأكيد اليوم أنا قلت في بداية حديثي أن هناك جهوزية كاملة وتامة من شعوب المنطقة من الشعوب الإسلامية الكل على أهبة الاستعداد ليلبي نداء العقيدة والوطنية والإنسانية والغيرة ونصرة المستضعفين لا ينبغي أن يترك الفلسطينيون لوحدهم لا ينبغي أن تترك غزة لوحدها لا ينبغي أن نترك الإسرائيليين ليقوموا بإبادة جماعية لشعب غزة المظلوم المضطهد هذا على هذا المستوى لذلك نحن عندما نقول من أن هناك إجازة شرعية من المرجعية الدينية العليا اليوم لا عذر لأي مرجف لا عذر لأي متقاعس اليوم الكل عليهم حقيقة أن يجعلوا نصب أعينهم نصرة الشعب الفلسطيني بالغالي والنفيس ولذلك هب الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية لاستنقاذ إسرائيل وأنا أعتقد حقيقة أن هذه حقيقة كلها حركات استعراضية هم يعلمون جيدا من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس بوسعها أن تستغرق في منطقة غرب آسيا حتى تتمكن الصين بعد ذلك من أن تعلن أنها القوة الأكبر في العالم اليوم استنزاف الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا سوف يكون لصالح الصين لذلك أمريكا في ورطة الغرب في ورطة اليوم أوروبا في مواجهة مع روسيا كيف بإمكانهم هم مع روسيا وقد عجزوا عن تحقيق أي انتصار في هجوماتهم قبل أيام كانت بريطانيا تتحدث عن أن مخازنها قد نفدت وليس بوسعهم تقديم أسلحة أكثر إلى الأوكرانيين كيف بوسعهم أن يقاوموا منطقة كلها تعجوا وتضجوا بالمقاومة أعتقد أن الغرب في ورطة ومن أن شعوب المنطقة سوف تحسنهم شعوب المنطقة خصوصا ننتقل بهذه النقطة إلى دكتور علي دكتور العدو يوغل بدم الفلسطيني في غزة وكذلك يحتك بالجنوب اللبناني واليوم قصف سوريا طيب أمام توسع العدوان وشموليته الإقليمية المتوقعة دكتور علي برأيك كيف سيكون تعاطي الدول العربية والإسلامية مع هذا العدوان الدول العربية والإسلامية منقسمة إلى قسمين قسم يشكل محور المقاومة والممانعة الذي هو بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من هذه المواجهة ومن هذا الصراع ومن واجبه أيضا أن يكون إلى جانب القضية الفلسطينية وأن يكون إلى جانب المقاومة وما يجري في غزة والقسم الآخر للأسف هو منضوي تحت السياسة الأمريكية وتحت العباءة الصهيونية لا يستطيع أن يخرج من هذه العباءة وللأسف هناك تأييد لسلوكيات وقارات وإجراءات الكيان الصهيوني وخصوصا ما يجري من أفعال إجرامية اليوم ضد الشعب الفلسطيني هذا محير للغاية ويثير الاستعجاب بأن الشعب الفلسطيني الذي كان يراهن على العرب بأن يكونوا إلى جانبه ضد الكيان الصهيوني من أجل تحريض فلسطين ها هم اليوم يتضامنون ويدفعون الدعم المادي والمعنى والسياسي للكيان الصهيوني إلا بعض الدول المؤيدة والتي هي بطبيعة الحال في سياق المواجه في السياسة وفي الدبلوماسية ضد الكيان الصهيوني في هذا الإطار لذلك على الأقل الدول المحور الممانعة اليوم كلبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن الذين أعلنوا بشكل مباشر على المستوى السياسي وحتى العسكري لمستعدين للدفاع عن هذه القضية والدخول والانخراط في هذه المواجهة ولكن اليوم توقيت الدخول وبأي شكل من الأشكال وبأي مرحلة من المراحل هذا بطبيعة الحال يعود إلى مجريات المعركة والخطوط الحمراء التي وضعت في هذا الإطار والتنصيق المسبق ما بين قيادات محور المقاومة لا سيما شهدنا قبل أسابيع اجتماعات مكثفة بين حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية حماس وحزب الله في لبنان قبل بدء عملية طوفان الأقصى وبالتالي بطبيعة الحال اليوم ما يجري يرقب بكل دقة التطورات الحدود الأمريكية المشاركة الأمريكية حدود المشاركة الأمريكية كل جبهة ما تستطيع أن تقدم لموضوع المواجهة في غزة بطبيعة الحال تقديرات الموقف العسكري والسياسي والمصلحة أيضا في هذه المرحلة رهن دراسة دقيقة وحساسة في هذا الإطار لأن الكيان الصهيوني بطبيعة الحال يريد أن يستنجب العالم من أجل دعمه وأيضا الحضور إلى المنطقة الأسئلة المتعددة أنه هل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة أن تفجر المنطقة وأنا أؤيد الأستاذ ماجد في موضوع الصراع الصيني الأمريكي لكي لا تنفجر منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لا تحبز أن تخسر المنطقة وتخرج من غرب آسيا لكي لا تترك الفراغ للصين بهذا الموضوع وأنها لا تضيف مشكلة جديدة إضافة لأوكرانيا وما حصل في أوروبا وأيضا موضوع الدعم والاستزاف المالي والدعم المالي والعسكري وموضوع الأسلحة وما إلى ذلك من مصلحة الولايات المتحدة اليوم أن تهدئ الأمور وأن ترجع إلى المربع الأول لكي تقود العملية السياسية والتسوية السياسية وتعود إلى موضوع المفاوضات بغض النظر عن النتائج العسكرية التي حصلت لكن دكتور علي ممكن لإسرائيل تجنح للمفاوضات وهي منكسرة بهذه الحالة؟ هي اليوم تقود هذه الهجمة البربرية ضد غزة لكي تعود من معنوياتها ومعنويات مستوطنيها وجنودها المنهارة بفعل عملية طوفان الأقصى وبالتالي هي تريد أن تجعل من الشعب الفلسطيني يرفع الرايا البيضاء لكي يستسلم ولكي تفرض شروطها ولكي تحدث نوع من التوازن وتلغي الإنجازات التي حصلت بفعل هذه العملية البطولية في غلاف غزة وفي مواجهة تاسع أقوى الجيوش العالم الجيش الصهيوني الذي كان لا يقهر وبالتالي هذه الهزيمة بهذه المجموعة بهذه القوة بهذه الإمكانات هذا يشكل عار على الجيش الصهيوني وبالتالي سيؤثر بموضوع المفاوضات ويكون التوازن الردع هو الحاكم على طاولة مفاوضات وخصوصا أن في جعبة المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 أسير وفي جعبتها أيضا صورة نمطية جديدة بأن إزلال الجيش الصهيوني في الطرقات وسحل جنوده وقتل جنوده داخل الثكنات العسكرية هذا مذل جدا سيبقى حاضرا بكل المراحل حتى لو توقفت الحرب وذهبت الأمور إلى التفاوض وحصل كسوية سياسية في مرحلة لاحقة طيب سيد ماجد كيف تقيمون بالمقابلة دور السعودي وطريقة تعاطيه مع طوفان الأقصى في ظل التقارب السعودي الإيراني في الحقيقة المنظومة العربية بشكل كامل أغلبها كما أشار الدكتور طيفك الكريم أنه أغلبها هي تجنح إلى التطبيع وإلى الدعاة وحقيقة إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الغاصب وليس لها توجه في أن تتقاطع لا مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع الكيان الغاصب الموقف الأخير أقصى ما قامت به السعودية هو حقيقة إعلانها عن تجميد نشاطها التطبيعي مع الكيان الغاصب غيثما تنتهي هذه العمليات التي يقوم بها الكيان الغاصب على غزة في الحقيقة نعم هناك نشاط دبلوماسي قائل إلى حتى هذا اليوم يعني هناك حراك نشاط من قبل الخارجية الإيرانية وكان هناك اتصال يعني بين الرئيس الإيراني كما تعلمون وولي العهد السعودي أعتقد هذا الهامش من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من شأنه بشكل وبآخر أن يلقي بظلاله الإيجابية للوصول إلى حلول ممكن أن حقيقة تدعم موقف الشعب الفلسطيني الجمهورية الإسلامية اليوم بصدد عقد مؤتمر إسلامي في طهران وأنا أعتقد من أن الوضع العام هو بحاجة إلى أن تجتمع البلدان الإسلامية حتى تكون حقيقة ظهير لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه هجمة حقيقة شرسة وعدوان إرهابي دولي مدعوم من الولايات المتحدة والغرب عموما بشكل كامل كما أشرنا في البداية أن التعويل بعد الله سبحانه وتعالى على المقاومين على الشعوب التي تؤمن بمنهجية المقاومة وكما أشرنا اليوم أن بيان المرجعية الدينية العليا أكد بما لا يدع مجال للشك من أن الخيار المقاومة هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق كل الخيارات الأخرى كل المسالك الأخرى حقيقة باءت بالفشل ولم تأتي بنتيجة تنقذ فيها الشعب الفلسطيني وتحل مشكلته دكتور علي بسؤال أخير وجواب مقتضى بذا تسمح بعد قراءة مجمل رسائل بلينكين التي حملها في زيارته لإسرائيل هل تعتقد أن أمريكا ممكن أن تسمح بنجاح أي بادرة سلام من أي طرف كان؟ عفوا لا أسمع جيدا السؤال لو سمحت سألتك دكتور علي بعد قراءة رسائل بلينكين التي حملها إلى إسرائيل هل تعتقد أن أمريكا ستسمح بنجاح أي بادرة سلام؟ بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لها دور معطل بكل التسويات السياسية التي لم تكن لمصلحة الكيان الصهيوني وهي تحاول بشتى الوسائل من خلال هذا الحراب الإعلامي والسياسي والدبلوماسي أن تحاصر المقاومة الإسلامية وخصوصا حماس في إطار ردها على الكيان الصهيوني هي تريد أن تفرض شروطها في إطار إلغاء نتائج المعركة التي حصلت النتائج الباهرة على المستوى الستراتيجي هي تريد أن تعود في رفع المعنويات للكيان الصهيوني في هذا الإطار تعتبر أن المعركة معركتها وتعتبر أن عملية إدارة التفاوض في هذه المرحلة لابد أن تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تستفيد من نفوذها في المنطقة في الضغط على الدول العربية وحتى على إيران في موضوع عدم التدخل والتهديد والتلويح بأي عمل عدائي ضد إيران أيضا على مستوى لبنان في موضوع الرسال بكل الاتجاهات يجب أن يكونوا ضمن الرؤية الأمريكية والرواية الأمريكية والمطالب الأمريكية فيما يخص تشوية الصراع وضم حلف عربي صهيوني خليجي إلى جانب الكيان الصهيوني من أجل محاصرة المقاومة ليس فقط في فلسطين المحتلة إنما في المنطقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعود عن خسائرها في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي المنطقة وهذه العودة إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى غرب آسيا تريد أن تعود بقوة من خلال هذه المبررات اليوم من خلال هذه الشحنة والصدمة التي حصلت التي شبهوها بـ 11 أيلول 2001 الثانية في هذا الإطار لذلك سوف تستغل الولايات المتحدة الأمريكية هذه القضية وهذه المعركة اليوم من أجل الحضور القوي والضغط بكل الاتجاهات تحت تأثير الصدمة لإرعاب الجميع وتخويف الجميع بأن الحضور الأمريكي بالدبابات وبالسياسة وبالثقل السياسي سيكون قويا جدا في هذه المرحلة وما سيليها أستاذ العلاقات الدولية دكتور علي بيضون كنت ضيفا كريما مباشرة عبر اسكابين بيروت شكرا لك وسيد ماجد يوم غد أكو تظاهر كبيرة في بغداد من المتوقع أن تكون كبيرة جدا لكن ما مدى أهمية دعم وإظهار وإبراز هذا الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في هذا الوقت بالتحديد على أقل التقادير في هذه الظروف الحالكة التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا بد له أن يشعر من أن له ظهير من الشعوب الإسلامية والعربية وأنه ليس وحده في هذه المواجهة الكبرى على أقل التقادير يجب أن يكون هناك حضور ودعم معنوي وأيضا إظهار الجهوزية وإظهار الاستعداد الكامل على نصرته حينما يستلزم هذا الأمر هذا على الصعيد المعنوي أما على الصعيد يعني حقيقة الصعيد الدعم يعني الدعم بكل الوسائل واحدة من هذه القضايا العراق كان له موقف يعني في أروقة الأمم المتحدة واضح جدا من دعم القضية الفلسطينية وموقفه من إدانة العدوان الإسرائيلي هذا مهم جدا وليس في العراق فقط كما رأينا في اليمن في الجمهورية الإسلامية في لبنان حتى في البحرين على المستوى الشعبي هذه كلها مواقف حقيقة تعزز من صمود الشعب الفلسطيني وتقوي من إرادته بمواصلة مقاومته حتى انتزاع حقوق العراق غدا سوف يشهد إن شاء الله عز وجل تظاهرة كبرى وهذا ليس غريبا عليه تعلمون جيدا أن دولتين في المنطقة هما الجمهورية الإسلامية والعراق اللتاني لديهما قوانين تلزم الحكومات بدعم القضية الفلسطينية وترفض التطبيع وهذا أيضا سوف يكون موقفا إضافيا يحسب للعراق وسوف يحفز بقية الشعوب المنطقة على أن تحذو حذوه في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني وهو أيضا يمثل بشكل وبآخر استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا التي حثت الشعب العراقي على أن يكون داعما ومؤيدا للشعب الفلسطيني وأن لا يترك أبناء فلسطين فريسة للعدوان الصهيو أميركي وأيضا ينضمن مباشرة عبر سكايب من أمستردام الأستاذ هيثم المتوكل الصحفي اليمني أهلا بكم سيد هيثم وأود أن أسألك عن متابعتكم لتعامل الإعلام بمختلف توجهات مع القضية الفلسطينية وبعض وسائل الإعلام تناولت ما ادعته الحكومة الإسرائيلية بأن حماس قد نحرت أربعين طفلا ثم بالمقابل جاء الصحفية أجنبية وأكدت بطلان هذا الادعاء أود أن تقيموني الإعلام حاليا بمختلف توجهات وطرق تعامل مع هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم أولا سحيتي لكم وضيفكم الكريم ولجهور قناتكم في الحقيقة أن الآن الإسرائيليون رغم حجم ما يمتلكونه من البروبندة الإعلامية إلا أنه هذه المرة لم يصدح أن يواجه وعي الشعوب العربية وبالتالي اليوم هناك تغير في المشهد والتوجه الإعلامي والوعي الشعبي الموجود وبالتالي عندما يقوم الإسرائيليون بتناول مثل هذه الشائعات وتقوم الاتجاه الآخر بفضح وكشف وتكديب هذه الشائعات هو يدل على هوان وقرب هلاك هذه الدولة الإسرائيلية التي ليست دولة وإنما هي احتلال تم في أراضي الغير وهذا الاحتلال صرح له واعترف به من قبل الأمم المتحدة وبالتالي اليوم هذا الاحتلال قربت واقتربت نهايته فأصبح يستخدم آخر كروته وهي اليوم آخر كروته تتحرك أمام وعي الشعوب طيب سيد هيثم أود أن أسألك عن مجمل الرسائل والمواقف الصادرة بمختلف الأطراف والشعوب والدول لدعم الفلسطينيين وكانت بواكرها التظاهرات اليمنيين التي انطلقت لدعم القضية ودعم عملية طوفان الأقصى منذ ساعات الأولى لانطلاق هذه العملية كيف وجد اليمنيون هذا الدافع للانطلاق بهذا الدعم الكبير لإخوانهم الفلسطينيين وهم يعانون الأمرين في حربهم سيد الكريم اليوم ابناء الشعب اليمني هو أكثر من سيحس بما يعاني إخواننا في الأراضي الفلسطينية وبالتالي اليوم كان الشعب اليمني موقف قوي في أسابك إلا أنه كان عكام ذلك الوقت هم فقط يتشتقون بأنهم مع القضية الفلسطينية لكي يكون لهم حاضنة شعبية وكانوا عملاء في خلف الكواليس وبالتالي كان الشعب اليمني موقف قوي واليوم أبناء الشعب اليمني أصبحوا يعود بما عمل فيهم أدوات الإسرائيلي في المنطقة السعودية والإمارات وغيرها وأطماع حتى الأطماع الإسرائيلية في الجزر اليمنية وما يحيكونه باتجاه باب المندب وبالتالي أبناء الشعب اليمني هم أكثر وعياً وهم أكثر من سيحس بمعاناة الفلسطيني لأنه تجرع حرب وحصار لمدة تسع سنوات إلى حتى الآن اليوم أبناء الشعب اليمني لا زالوا محاصرين لا يمتلكون مضار لا يمتلكون بإلا ميناء واحد ويدخل فيه ما تصرح به وما يتم تصريح ترخيصه من دول التحالف وبالتالي اليوم أبناء الشعب اليمني هم يقفون إلى أبناء الشعب الفلسطيني رأينا تصريحات السيد القائد لأنه هناك تنسيق وهناك غرفة عمليات مشتركة في محور المقاومة وهم على متابعة عن كذب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية وعندما قال السيد القائد بأنه اليوم وضع إخواننا المجاهدين وحركة حماس وغيرها من الحركات المقاومة أصبح وضع جيد ويمتلكون العديد من الخبرات العسكرية وغيرها من الخبرات وهناك آلية وهناك خطوط حمرة لا يمكن أن تعرف عليها ومن ضمنها الوضع الإنساني وستدخل الأمريكي المنباشر داخل الأراضي الفلسطينية اليوم محور المقاومة يقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني يقف مع القضية وأنا أظن أن هذه وأعتقد وأجدم أن هذه الحرب هي ستكون حرب تحريط وحرب ستزول وستنكل بهذا العدو الصهيوني الذي حتى كبرت أضماعه بل أنه في المنطقة لديها أضماع اليوم هناك أضماع إسرائيلية في داخل الأراضي اليمنية ونحن كشعب يمني يتمسك بالعقيدة القرآنية ومن أركان حركة عنصار الله وأحد أساسيات هذه الحركة هي تبني القضية الفلسطينية ورأينا يعني العديد من الوضفات والخروج إذا تسمح لي قاطعك سيد هيثم في يوم القدر وهذا يدل على وعي أبناء الشعب اليمني ولو كانت لديهم حدود لكان أبناء الشعب اليمني كلهم مجاهدين وحررت هذه العراضي سيد هيثم هناك توقعات بأن يتطور العدوان الصهيوني على أقليميا ويصبح شاملا بالمقابل محور المقاومة الذي ذكرت هل هو مستعد لهكذا عدوان صهيوني أميركي في ذات الوقت وقد يطال كل من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن سيد هيثم أعيد لك محور المقاومة سيد هيثم هل هو مستعد لعدوان أميركي صهيوني شامل قد يطال كل فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن اليوم بالتأكيد محور المقاومة هو يعني يقف إلى جانب القضية الفلسطينية وأصبح الفلسطينيون الذين كانوا في السنوات التي فاتت يمتلكون الحجارة اليوم أفرح لديهم تكتيك مقابراتي ولديهم تكتيك عسكري ولديهم برفة عمليات مشتركة بالتأكيد اليوم محور المقاومة وأنا أتوقع أن يكون هناك تدخل أمريكي هو يعني لماذا نتوقع أن هناك تدخل أمريكي لأنه كان هناك تدخل أمريكي قبل أن تبدأ عملية طوفان القضاء وبالتالي لن يفرق هذا التدخل إلا إذا كان هناك تدخل مباشر على الأرض فإن محور المقاومة سيكون هناك ضربات خاصمة للكيانة الخاصة وعندما نرى العرض العكري الأخير في صنعها عندما عرضوا صاروخ ما يسمى بصاروخ طوفان الذي يستطيع أن يصل إلى أبعد منطقة في داخل الأراضي المحتلة وبالتالي اليوم محور المقاومة هناك ضربات نوعية في لبنان وبالتالي ستتساعد الأمور إذا زاد هذا الكيان في ارتكاب جرائمه عندما نقارن اليوم الجرائم حتى ما حاولت الكيان الغاصب أن يشيعه أنه من جرائم كما يتعي أنه ارتكبتها المجاهدون داخل الأراضي الفلسطينية إلا أننا لو قارننا ما ارتكبه الكيان الغاصب في حق الفلسطينيين لن يكون أكثر من 1% من ما ارتكبه نصف الفلسطينيين وبالتالي اليوم الفلسطينيين يحملون على كاتبهم وعلى كاهلهم عندما نرى اليوم أنه لا يوجد اختراق لهذه الحركات نؤمن ونتيجا أن الموسات والكيان الغاصب لن يستطيع أن يخترق هذه الحركة التي تحمل على كاهلها تحرير الأراضي والمقدسات وبالتالي اليوم نحور المقاومة هو وعد إلهي أنه سيزول هذا الكيان في هذا الوقت إن شاء الله طيب سيد ماجد الإمام السستاني دعا في بيانه دعا العالم أجمع للوقوف في وجه هذا التوحش الفضيع ومنع تماد قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق المزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم لكن سيد ماجد هنا ما مدى أهمية الموقف والوقوف بتوحيد الصفوف بوجه الظلم ولو بالكلمة لا شك يعني أن الوحدة هي من أفضل وأنجع الأسلحة التي يمكن أن نواجه فيها الكيان الغاصب الكيان الغاصب عندما زرعه في منطقتنا حقيقة رافقه حقيقة زرع أنظمة وحكام منظومة حكام من شأنهم أن يجثوا على هذه البلدان ويسيطروا على مقدراتها ويشيعوا ويذكوا الفتن بين أبنائها حتى تكون دائما هذه المنطقة مجغولة بنزاعاتها وخلافاتها خدمة لإسرائيل فالوحدة هي السلاح الأنجع في مواجهة الكيان الغاصب والأطماع الأمريكية فيها عندما تأتي أو يأتي بيان بهذا الحجم من المرجعية الدينية العليا حقيقة في مثل هذا الظرف فذلك يعني من أن الوحدة بدأت بالفعل تتبلور بين أبناء الشعب العراقي على وجه الخصوص وتلتحم مع المواقف الأخرى عند شعوب المنطقة كما أشار ضيفنا الكريم في اليمن يعني اليوم وحدة الساحات بين المقاومة على الصعيد العسكري وعلى الصعيد المعنوي وعلى الصعيد السياسي وهذا هو الذي تحتاجه القضية الفلسطينية ولو قدر للمؤتمر الإسلامي الذي تدعو إليه الجمهورية الإسلامية وعقد فأنا أعتقد ممكن أن يخرج بمخرجات من شأنها أن تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتحقق منجز كبير بحجم حقيقة طوفان الأقصى نعم طيب سيد هيثم جولة وزير الخارجية الأمريكية واليوم هو في إسرائيل وغدا سيتوجه إلى الأردن هل هنا يبحث وزير الخارجية أو تبحث واشنطن عن حالة دعم إقليمي يوافقها في توجهاتها لمحاصرة نشاط المقاومة المتصاعد وخصوصا في غزة سيدة الكريم اليوم الأردن لأنها لديها إتفاقيات مع الكيان الصهيوني وهي كان لها توجه في الفترة الأخيرة للتطبيع وهم في تطبيع غير معلن مع الكيان الصهيوني وبالتالي اليوم عندما يتحرك الوزير الخارجية الأمريكي من إسرائيل إلى الأردن هو فقط لإيصال التوجيهات والأوامر لأنه عندما تضالب اليوم الشعوب العربية فتح طريق فإن أحد هذه الطرق هي الأردن اليوم الشعوب العربية لديها ذغب للمشاركة البرية مع إخوانهم في فلسطين اليوم هناك حلفة وهناك حلف مثل حلف الناتو وغيره من الأحلاف التحالفات الموجودة اليوم هناك تحالف شعبي عربي وتضامن مع القضية الفلسطينية وبالتالي اليوم الشعوب تضالب بفتح طرقها في الأمس خطاب السيد القائد ومطالبته بفتح طريق إلى القدس هو مطالبة وسيكون لها تأثير في الداخل الشعبية الأردني هناك الكثير من الأحرار داخل الأردن وسيكون لهم موقف مضاق ضد حكامهم الذين يدعونا إلى التطبيع وإلى يعني الوقوف مع هذا الكيان الغاطر نتمنى أن يكون لدى الشعوب يعني نهضة وأن لا يخضعوا لحكامهم لأنه إذا كان هناك تحالف إسلامي ووحدة إسلامية سيكون هناك ردع ومسح هذا الكيان الغاطر من الأراضي المقدسة وسيكون نهاية ما يقومون به ونهاية أطماعهم الذي يتضلعون لها داخل الدول العربية والإسلامية وإشعالهم ودعمهم للإرهاب والحروب والتخريب داخل الدول العربية ومخططاتهم اليوم أصبحت واضحة وهناك توجه إن شاء الله لمزح هذا الكيان الغاطر وإخواننا في المقاومة وإخواننا المجاهدين داخل غزة هم يستطيعون أن يواجهوا هذا العدو بمدى قوة هذا العدو اليوم وضحة اليوم المعادلات وقواعد اشتباك الحرب الجديدة هم من سيفرضونها في الأرض الواقع طيب سؤال أخير سيد هيثم وبالمقابل إيغال العدوان الصهيوني بعدوانه على المدنيين هل ممكن أن يفقد المقاومة الفلسطينية الدعم الشعبي؟ سيد الكريم اليوم نرى معنويات أبناء غزة مثل معنوياتنا أيام ما كان يقوم العدوان السعودي والإماراتي بضرب المدنيين وقتل الأبرياء إلا أن هذه الجرائم لم تزد الشعب اليمني وهي لن تزد أبناء الشعب الفلسطيني إلا مقاومة وإسرارا ونتمنى كنحن كشعوب عربية أن يكون لنا شرف الاستشهاد في هذه الأراضي المقدسة وعنية هذا العدو والغاصب وبالتالي اليوم عندما تقوم إسرائيل بانتكاف المزيد من الجرائم هي تقوم بزيادة الغضب الشعبي وزيادة المقاومين كلما ضربت مدنيين كلما زادوا في صفوف المقاومة من المقاومين لمسح هذا الكيان الغاصب اليوم إسرائيل هي تريد التخويف ونشر الهلع داخل أبناء غزة واضح سيد هيكا أصبحوا يحملون أرواحهم على كفوبهم وهم يعرفون بأن هذه المعركة تتكون فاصلة إما بتحرير أراضيهم ومقدساتهم الشرف لا يؤخذ بالكلام وإنما يؤخذ بالمقاومة شكرا لك الصحفي اليمني الأستاذ هيثم المتوكل كنت معنا مباشرة عبر سكايبين أمستردام شكرا لكم وشكرا جزيلا لكم نائب رئيس مركز فوق الدراسات سيد ماجد أشوالي وشكرا جزيلا لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وإيكم إلى ختم هذه التغطية لكن هذه التغطية ستستمر طالما استمر هذا طوفان طوفان الأقصى وإلى اللقاء